سيكو عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير معاكو لامية من قناتي لوميس كوكينج بكمل معاكو النهاردة لطبق الحلو ده انا كنت عاملت معاكو الفيديو لفهات المخ ودلوقتي حامل معاكو الكبدة حنعملها بكل تفاصيلها من الالف لليه هي طلع طماء حلو قوي وفتحة زي ما بتشتروها واحلى ان شاء الله وهنعمل معاكو كمان صلطة الكبدة صلطة الكبدة دي بقى رائعة طماء حلو جدا جدا فعلا يعني بدون مبالغة احلى من اللي بتشتروها كمان ان شاء الله هنعملهم بطريقة بسيطة جدا يلا نشوف هنعملها ازاي هنبدأ هنا بالتدبيلة بقى بتاعتي التدبيلة عبارة عن ايه؟ كمون وكزبرة وملح بس كده كمون وكزبرة وملح والتوم طبعا تمام؟ الكزبرة بتبقى اكتر من الكمون دي حوالي كانت راستقوم بس انا مخدتهاش كلها للكبدة خدت جزء من التدبيلة للمخ وهحط لكم لينك المخ اللي ما شافهوش تمام؟ خدت التوم وهحط هناك كمون وكزبرة معلقتين كبارك كزبرة على معلقة كمون هاخد معلقة كبيرة من الخل طبعا وهقلب الكلام ده كله عشان يبقى معايا زي معجون كده تمام؟ عايز اقول لكم الكبدة دي هيبقى طعمها حل وقوي هتستمتعوا بيها زي ما بتشتروها بالزبط وان شاء الله هيطلع طعمها فاتح ومش محرواقة زي ما احنا بنعملها هنشوف ازاي خدت تدبيلة بتاعتي بقى طبعا مش كلها ده جن جزء منها يعني انا خدت جزء قلتلكم للمخ ادي الكبدة مقطعه شريح رفيعا اممكن نخلي الجزار يقطع هلنا نقول له عشان الاقحة تتقلي يعني هناخد بقى التدبيلة بتاعتنا نحطها على الكبدة هنبدأ نتبلها كويس قوي كده بالراحة بس وبحرص عشان ما نهريش الكبدة لانها مدقطع شريح رفيعا قوي بس هنسيبها شوية نغطيها ونسيبها شوية التبل كل ما بتقعد طبعا كل ما بتبقى احلى نغطيها بس اهم حاجة ده كان حوالي نص كيلو من الكبدة خلاص غطيناها اهو حسابها تتتبل وهنشوف هنروح نشوف الكافر اللي احنا هنقلي بيه الكبدة هيبقى عبارة عن ايه ادي الكبدة بعد ما تتبلت عد عليها حوالي ساعة كده في التلاجة او اكتر هاخد بقى الردة بتاعتي لازم احط على الردة دقيق ليه عشان ما تطلعش ما تتحرقش ويطلع لونها فاتح وهاخد معلقة صغيرة من النشا هدف النشا هنا مش انه يقرمش ولا اي حاجة معلقة الصغيرة دي مش هتعمل حاجة اكتر من انها هتمسك الكافر اه بتاع الكده هيبقى لونها فاتح ان شاء الله وربع معلقة صغيرة من الباكينج باودر وهقلب الكلام ده كله مع بعض مقدار الدقيق للردة يعني لو قلنا تلاتة ربع كوباية ردة هنحط عليها ربع كوباية دقيق واكتب لكم طبعا كل ده تحت بزود هنا هو الردة واللي هتفرق جدا في ريحة ونكهة الكبدة لما تتقلي ناخد معلقة كويسة كده من الكزبرة انا بزود هنا هو دقيق احط اخر حاجة بقى معلقة الكزبرة التوابة لما بتبقى موجودة يعني لما بتبقى طازة كده بتفرق قوي في راحت الاكل تمام هاخد رشة ملح بقى يبقى هو الكفر اللي عملناه في المخ واللي عملناه في الكده تقريبا واحد طبعا معادة المخ طبعا ما حطناش ردة هبدأ احط الكده بتاعتي بقى في الخليط بتاع الرده والدقيق تمام بحط كمية كويسة واضغط كده بايدي لازم عشان تبقى شايلة كويس قوي ما تكشفش في الزيت وبنقفضها كده واحطها هخلص الكمية بقى كلها واريها لكم خلصت الكمية كلها دلوقتي وحطيت على وشها كمان دقيق زيادة لازم كده تمام دي شرايح بقى اللي فاضت اللي ما ما نفعش انها تتقلي شرايح حاجات رفيعة كده او ممكن ناخد شرحتين ونقطعهم حتة صغيرة دول اللي فاضوا هنعمل بهم صلطة الكبدة دلوقتي هاخد الكبدة بتاعتي بقى حمارة شايفين لونها فتح وجميل ازاي عايز اقولكو بتاخدش ثواني في الزيت ما نبتكش عليها مسافة ما بتنزل مسافة ما بتطلع شايفين لونها جميل ازاي مش قاتل اقولكو على راحتها هنطلعها بقى ونروح نعمل صلطة الكبدة معايير معلقتين من لسان العصفور اللي هنا حطيتهم في زيت الزيت ده الزيت اللي انا قليت به الكبدة ايوة اللي قليت به الكبدة وده سر من اسرارهم بيفرق جدا جدا في الطعم وفي السماكة بتاع صلطة الكبدة لان بيبقى في بواق صغيرة من قلي الكبدة هحمر اللي سان العصفور كويس وهنزل عليه دلوقتي هو بالكبدة ونقلبها كده لون هيغير اعملوها بالطريقة دي ان شاء الله هتحتاخدوا احلى صلطة كده ممكن تكلوها ان شاء الله يعني اللي بتاها اهوز تنيتي كده لونها مغير والسان العصفور خلاص اتحمص وناخد شوية زيت يعني كمية كويسة كده اكتر من المعتاد شوية بتحتاج زيت شوية يعني اكتر من الطبيع اللي بنتبخ به تمام هاخد بقى تلات معالق كبار من الصلصة عايزين تعملوها بعصير التماطم اللي رايحكو يعني لازم اديها بقى هديها تقليبة كويس قوي كده عشان تتحمص وطعم المحفوظ يروح منها وهسيبها تتسبك شوية الاول طبعا انا هنا مش هتابل بحاجة لان الكبدة متتبق لكويس قوي ونسب اللي بتتم والتوابل بتاعتها كويس في الاخر ممكن ندوق الملح نزبطه لو محتاجة ملح او اي حاجة اتسبكت اهي كويس هنزل بقى في المرحلة دي بمية مغلية شوية كويسين كده لانه طبعا هنعمل حساب لسان العصفور لما يستوي بينفش وبيزيد قوي طبعا هي مش هتفضل كده زي الشربة يعني واخر حاجة هحط مكعب مرق الدجاج هو بيفرق في الطعم وبيديكوا طعم الجهز بالزبط مش حابين تستخدموه اللي رايحكم بس هو يعني بيفرق في الطعم صراحة في دي بالزات بس كده شايفين مفيش اسهل منها سبتها تستوي بقى خلاص اهي بعد ما استوت اهي شايفين هي كده خلاص بيتجهز لسان العصفور استوي والكبده اتش قادر اقول لكم على جمال ريحتها بقى وخلاص اكلتنا بقى خلاص خلصت ادي الكبده الكبده بعد ما اتطلعوها في الاخر حطوا عليها رشة كزبرة ورشة ملحة خفيفة لو محتاجة هتخلي ريحتها حلوة قوي حاوريكم انها طرية ازاي وجميلة قوي ومش ناشفة ولونها حل اتمنى يا رب اتجربوها وتعجبكم لو عجبتكم وصفتي في الكبده والمخ ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ولايك لصفحتي على الفيسبوك وفعالوا الجرس عشان يوصلوكم الوصفات الجديدة في وقتها ان شاء الله ودي صلاتة الكبده اهيه بجد ريحتها وطعمها في منتهى الروع جربوهم وبالهنة والشفة طبعا حاجة احلى وانضفة معمولة في البيت ازاي? ممكن نجرب اه نعملها بقى سندوشات نحط كبدة بس كبدة على مخ زي ما بتشتروها بالزبط والعيش البلدي بقى دي حطينا مخ كمان شايفين بقى السندوش المحترم ده يلا جربوها بقى وقلوا لي رأيكم شكرا